اهلا وسهلا برسالة حياة مع لاتيسيا هيدا موسم كتير مميز لأنه هيدا عيد الميلاد وكلنا بنحتفل فيه وكلنا بنكون نطرين ومناطرة تنكون كلنا سوا مع العيلة لنحتفل بس هالا عن جد نحنا بنعرف كيف يعني الله صار جسد؟ ورح نحكي بهيدا الحلقة عن ست أسباب كتير مهمين تنقدر نحنا نفهم ليش يسوع تجسد وصار جسد سو أول سبب عنا ايه هو كتير أساسي هو ليتم معرفة القاب بيحنى 17 ايه 25 بيكون يحنى عم يتكلم وعم بيقول ايها القاب البار ان العالم لم يعرفك أما أنا فعرفتك الرب يسوع اجا وتجسد كلمة الأول سبب وأهم سبب يعرفك على القاب يعرفك مين الله وأول شي هو عمله يسوع أصلا هو كشف هوية القاب هو يكشف وجود الله هو يكشف انه في المرأة تحبل بقوة الروح الأدس لو الله ما تجسد كان الله ظالم ليش؟ لأنه نحنا معقول بس نأمن بالرب من ورا صفحاته من ورا كتب من ورا وراء لأنه الله مش ظالم ولأنه هو بدي يكون عادل مع كل إنسان اجا وتجسد بالجسد ليعرفنا عليه ويكون مثال لألنا وكلم يفرجينا أنه هو بالفعل فيه يعمل معجزاته عجيب بالفعل فيه يخلق بأحشاء امرأة بلا أي منطق تجسد يسوع هو الطريق يلي نحنا بحاجة لأله تنفهم ونستوعب الرب أكتر تاني سبب تجسد يسوع كان ليكون مثال لألنا ليكون إكزامبل لألنا بيو حنى 13-15 كان الرب يسوع عم بيغسي أرجل التلاميذ وقال لن لقد أريتكم مثالا لكي تفعلوا للآخرين ما فعلته لكم الرب كتير واضح وعن بيقلنا أنا هون لكون مثال لألك وثالث سبب يلي هو كمان كتير مهم ليكسر ببساطة اللعنة يلي نحنا موجودة بحياتنا شو يعني لعنة؟ نحنا كلنا بحياتنا حيبنين خطايا وما حدا معصي من الخطيئة سوأنا بحاجة للرب أنا بحاجة لشي يعطيني قوة تأنا حوبل كل خطيئة لتوبة حقيقية من بعدها لاختبار حقيقي مع الرب ببساطة تجسد الرب يسوع من أهم رسالاته هي أنه ينصرب على الصليب رابع سبب يلي هو كتير مهم كمان لا تجسد الرب ليتم المتطلبات تبع العهد الأديم بالعهد الأديم في عشرات وألوف التنبؤات أنه يسوع جاية ويسوع لاحي خلصك خامي السبب لا تجسد يسوع المسيح هو ليتم ذبيحة ولا ينصفك الدم قدي أنت شخص ما مميز بعين الرب وقدي الرب بحبك لدرجة أنه قبل ينصفك دمه كرمال يشيل اللي عنك ولا يخلصك سيدي السبب وهو كمان كتير مهم يلي هو لا يحمل بكل بساطة تقلي وتقلك لأنه نحنا بالفعل ما فينا نتكل على حالنا وأصلا مكتوب بالكتاب المقدس الويلو لي من يتكل على بني البشر شو يعني؟ يعني بكل بساطة أنت طالما عم تعبه من البشر طالما أنت عم تاخد قيمتك من البشر لح تظل لك عيش بفراغ ولح يتظل لك عيش بطوامة سودا وبأفكار سيئة لأنك اتكالك على البشر وحده الرب يلي هو بيقدر يقدم لك المعجزات والعجيب بحياتك لأنه هو الوحده الغير محدود وهيك من كون خلصنا الست أسباب يلي كتير مهمين وليح أرجع عيدن بعناوينن أول سبب ليعرفنا يسوع عن الآب ثاني سبب ليجسد ويكون مثل لقلنا بحياتنا ثالث سبب ليكسر اللعنة ورابع سبب ليتم المتطلبات يلي حكي عنا العهد القديم وخيمة سبب ليكون في زبيحة إلهية وينصفك دم لأنك أنت مش حيال لحده وسادس سبب ليحمل الخطايا وأتقالنا لأنه نحنا ما فينا نحملها لحالنا بدي عيدكم بعيد الميلاد وبتمنى أنكم تكونوا عم تقضوا وقت حلوا مع العيلة أكيد إذا عندكم أي سؤال وبتحبوا تستفسروا عن أي شيء أو بتحبوا تشاركونا بإختبار معين ما تنسوا تتواصلوا معنا وتابعوني على Life with Leticia على الإنستغرام على تيك توك على الفيسبوك وكمان تابعوا بيلايت.tv وبيلايت.fm على 105.7 اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر